بل أنه كان هناك أخبار نشرت فيها صحف الأوروبية تحدثت صباح هذا اليوم صباح يوم مباراة النصر مع الشباب بأن رونالدو يرقب في الرحيل عن نادي النصر السعودي لأن البنية التحتية للمملكة العربية السعودية مختلفة عن البنية التحتية التي تتواجد في أوروبا وأن رونالدو غير راضي عن البنية التحتية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية ليفاجأ الجميع بسجدة رونالدو الجميلة تلك بعد إحرازه للهدف وفرحة اللاعبين الجميلة واحتفاؤهم برونالدو كانت حاضرة وظاهرة في وجود تاليشكا وكل هؤلاء اللاعبين لاعبين لنادي النصر السعودي وليد أيضا حارس المرمى الاحتياطي احتفق به بشكل أكثر من رائع النادي النصر السعودي في ترتيب جدول الدوري السعودي يحتل المرتبة الثانية برصيد 63 بونط في حين نادي اتحاد جدول السعودي يتصدر الترتيب برصيد 66 بونط يتبقى مباراتين على انهاء الدوري السعودي حتى الآن الفارق 3 بونط يعني نتحدث عن مباراة أي نتيجة سيئة بالنسبة لكل الطرفين ستضمن للآخر التفوق أو يعني تضمن لنادي النصر أنه يعود بالفعل من جديد لأن يحتل صدارة المقدمة أو يحدث تعادل فيما بينهم على أي حال الدوري السعودي مشتعل الغاية الأنظار كلها متجهة لرونالدو وسجدة رونالدو حقيقة يعني أحدثت حالة من السعادة وكان هناك دعوات كثيرة انهالت على السوشيال ميديا لرونالدو تتمنى له بالفعل أن يعلن إسلامه وأن يمن المولى عز وجل عليه بالهداية وأن يتزوج جورجينا يعني أمر كان هكذا على السوشيال ميديا من الحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر